بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اليوم اتلو لكم بس ما حدث جزما ما حدث في اللجنة الشريعية وانا عضو فيها ماني مقرر وتنعرف ان احنا الاجتماعات تكون سرية الا لما يخرج المقرر او الرئيس ويتلو مدار فيه وقد حدث هذا وقاموا الاعضاء وتكلموا عن اليسار اليوم اليوم في الاجتماع الخامس والعشرين انعقد الاجتماع ونقشت قضايا قضية الاهم هي كانت قضية طلب اسقاط عضوية وليد الطباطباء وجمعان الحربش وانا الحقيقة للتاريخ اريد ان اشهد الشعب الكويتي على ما حدث اليوم مما هازل حقيقة وعدم توقير والاحترام للدستور ما حدث اليوم من اخوة للأسف المفروض جلهم محامين وجلهم يعرفون بالقانون داسوا بطن الدستور وداسوا بطن كل شي كانوا يسوينا من قبل وكل شي كانوا يفتون فيه من قبل مع علمهم ويقينهم بان اللي قاعد يسوونا مخالف لقناعاتهم القانونية اليوم كان لنا موقف معاهم الاخوان اهملوا كل الاراء وكل اراءهم نفسهم وهم اهم السابقة اللي تقول لهم ان العضوية تسقط وحتى تصويت بعضهم كان يطالب بعدم وجود تصويت فيها ثم راحوا اهملوا اهم شيء وهذا انا راح بيكم يا اخوة الصحفيين تصورون اخر فقرة في تقرير المكتب الفني للجنة التشريعية بعد دراسة وتمحيص يخلص الى العبارة الاتية ويرى المكتب الفني ان عضوية السيدين الدكتور وليد الطبطباي والدكتور جمعان الحرب تعتبر ساقطة بصدور الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر اي عقوب الجناية الامر الذي يعني ان يكون قرار المجلس باسقاط العضوية عنهما كاشفا لسقوطهما بعد صدور الحكم سالف الذكر كاشف يعني نعلن دورنا اجراء بحت اعلان لا اكثر ولا اقل مالنا دور في التصويت ووجهناهم وعتينا من المضابط لما ابدوه الاخوان في جلسة اسقاط عضوية خلف الاخ خلف دميثير ورناهم بالدليل القاطع على المجزرة اللي قاعد يسوونها في المادة خمسين من الدستور تصادم ما بين السلطات واضح وتغول من سلطة على حقوق سلطة اخرى الحقوق المطلقة للسلطة الاخرى ويعلمون وكنا بالجلسة لما نكلمهم يطالعك ويبتسم اقول انت قايل هذا الكلام بالسابق انت قايل ما يصير انت طالت باسقاط العضوية هذا موقف وذاك موقف انا اللي اريدكم تعلمون ان اليوم كانت تسويت خمسة اثنين ولو لم يكن هذا الموقف تاريخي لتركت القاعة وانسحبت لو لا نصح البعض بان هذا موقف تاريخي يجب ان نسجل اسمي فيه ويجب انه ضمن عباراتي اذا انسحبت كل الكلام اللي قلتها لان يدون في المضبطة انا قلت هذا اجرام وقلت لهم تقعد تجرمون وهذه جريمة في حق الدستور انت الجنات واريد ان تضمن هذه العبارة موجودة حتى تثبت حقنا ان احنا دافعنا وحاولنا انا اعتقد هذا الموقف غير مبرر ما قام فيه النواب اليوم في اللجنة التشريعية غير مبرر لعلمهم انا ما قاعد اناقش قناعات ما قاعد اقول لك ليش اقتنعت شذي انا قاعد اقول لك ليش سويت شيء انت مقتنع بخلافة وتعلم ان هذا مضاد للقانون وبالتالي احنا ننعن خلو مسؤوليتنا ما حدث اليوم امر يؤسف له يؤسف له من بعض الاخوة اللي في مجلس اللي فات صوتوا على اي حالة تمسلم البراك للنيابة هذه كانت ما فيها مشكلة بالنسبة لهم وامر طبيعي اليوم صارت له احراجات واحنا نقف دورنا كزملاء نقف مع بعض لا مو دورك تقفض حكم قضائي مو دورك لو كان المعني اخوك او قريبك محامين اقسموا على الدستور ذكرناهم بقسمهم ذكرناهم بحلفهم للأسف 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 انا اعتقد في هذا المجلس من النواب من اقسم على الدستور لان الاجراءات تجبرك على ذلك مو ايمانا بهذا القسم وبالتالي يعني انا ابري ذمتي امام الاخوان وحتى امام الناس اللي كانت ودهنة ما احضر انا هذه الجلسة بس هذا اللي صار لازم نكون موجودين ولازم نقول رأينا ولنا في المجلس ان شاء الله يعني تبيان اخر وادلة غير اللي سقناها وعلهم يرتدعون ويشوفونه ويحسون بالحرج كل ماكو فايدة يبنانهم كلامهم اليوم اللي قالوا بنفسهم فالله المستعان اخوان اذا في اي سؤال ولا شكرا جزيلا